المعارك تستعر على المحورين الشرقي والجنوبي في أوكرانيا حيث مقاطعة خرسون وزابروجيا القوات الأوكرانية تنفذ عدة هجمات من جوانب مدن وقرى مثل كريفوري ومسقط رأس الرئيس زيلينسكي القريبة من زابروجيا وفي ضواحي خرسون أيضا إذ سيطر الجيش الأوكراني على عدة بلدات وقصف بصواريخ الجسور التي تمد القوات الروسية بالعتاد لكن الدفاع الروسية تقول أنها لا تستخدم الجسور منذ فترة طويلة وتعتمد على العبارات التي تنقل الإمدادات عبر نهر دينيبرو وتؤكد أن الألة العسكرية الثقيلة مثل المدفعيات وأيضا الراجمات والصواريخ تقصي مئات المقاتلين الأوكرانيين يوميا في الوقت ذاته تسيطر المقاتلات الروسية على سماء هذه المناطق وسط دور كبير للمسايرات التي تحدد مواقع القوات الأوكرانية وتساهم في ضربها بشكل دقيق أما المثلث الاستراتيجي حيث مدينة ليمان التي انسحب منها الجيش الروسي بسبب نقص المقاتلين وسوء الاتصالات في المنطقة التي تجمع لغانسك وخاركيف مع دونتسك فتدور معارك ضارية بين الطرفين في هذه المنطقة بعد وصول الجيش الروسي إلى مدينتي ريبوجينيا وكيرمانايا في لغانسك ومطاردة الجيش الأوكراني للقوات الروسية وكذلك سيطرت الجيش الأوكراني على بعض المدن المهمة في هذه المسألة تورتستوكوبو بعد ليمان وحاولته اقتحام بلدة سافاتوفو القريبة من كيرمانايا في لغانسك زعيم انفصاليين أشار إلى تقدم القوات الروسية في مدينة بخموت قائلا إن الأوكرانيين ينسحبون من بخموت في مقاطعة دونتسك ترجمة نانسي قنقر